هقف شوية عند منتخبنا القومي وبطولة أفريقيا دايماً وأنا كنت لعيب يعني الحمد لله لعبت ست بطولات أفريقيا وكان كل بطولة بيكون عندها جدال كبير جداً على مستوى الاختيارات على مستوى القايمة على مستوى المدير الفني كمان هنا في مصر من خلال يمكن الفترة اللي فاتت يعني على السوشيال ميديا وكلنا بنتناقش فيه انتقادات كبيرة جداً يمكن على القايمة النهائية على بعض الأسماء على الاختيارات على كمان بعض التصرحات كروش اللي خرج بها يعني خلال الأسبوع دوت فيه تحدياته للفترة اللي جاي كل ده ممكن نتناقش فيه وننتقد بشكل أو بآخر لكن مع قرب البطولة ياريت كلنا نتكاتف حول اسم مصر لأن اسم مصر أكبر من أي حاجة بننتقد وبنتكلم وبنناقش اختيارات ولعيبة قايمة طريقة لعب كل ده وارد ونتكلم فيه لكن إن شاء الله مع اقتراب البطولة كلنا وراء جهازنا الفني كلنا وراء لعبتنا عشان أنا بقول لحضراتكو هي بطولة صعبة بطولة أفريقيا من البطولات الصعبة وبتزداد صعوبة طبعاً خلال السنوات لأن طبعاً لعيبة على مستوى أفريقيا زي ما حضراتكو شايفين اللي بتابع الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والألماني كل لعيبة أفريقيا منتشرة بشكل كبير جداً على مستوى العالم وبالتالي بطولة قوية جداً كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا والجهازنا الفني إن شاء الله بقيادة كروش فيه يعني إن شاء الله على الأقل للرسول لأبعد نقطة آه طموحاتنا ودايماً منتخب مصر مرشح للفوز بالبطولة لكن زي ما بقول لحضراتكو البطولة صعبة بطولة فيها منتخبات على مستوى عالي جداً ولكن يبقى اسم مصر كمان على مستوى الأفريقي منتخب كبير جداً إن شاء الله نوصل لأبعد نقطة ونكون موجودين في المبرانة نهائية ويريد كمان نفوز بهذه البطولة هنتكلم كمان في حلقتنا النهاردة عن أحداث الكرة العالمية بشكل عام وخاصة الدوري الإنجليزي دوري مشتعل بشكل كبير جداً هنتكلم فيها في أكتر من حاجة النهاردة هنتوصل كمان على الحديث على تحديات زي ما بقول لحضراتكو البريمي الليج هنتكلم على الدوري الأسباني ونتكلم كمان على يمكن يكون معنا ديف نتكلم كمان على البطولة الأفريقية بمنظور مختلف شوية كل ده من خلال حلقتنا النهاردة إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكو